وجبات مثلجة وابتكارات تانية كتير قدمتها حديقة حيوان مكسيكية للنمور والقرود ده من أجل التخفيف عليهم من درجة الحرارة المرتفعة إيه الحكاية والزبطة خلينا نشوف وجبات مثلجة قدمتها حديقة حيوانات مكسيكية للنمور والقرود وذلك للتخفيف من وطأة حرارة التقسي عليها بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية وعمل عمال حديقة حيوان أنيمايا في مدينة ميريدا بجنوب المكسيك على تحضير وجبات متنوعة أعدت خصيصا لتناسب احتياجات كل نوع فالقرود الكواتيمالية السوداء طلقت نصاصات مصنوعة من الفاكهة والعصير أقبلت عليها بنهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة أما بالنسبة للنمور المرقطة فقد استمتعت بوجبات مكونة من لحوم الأرانب أو التجاج المجمدة والتي جرى تعليقها على إحدى الأشجار حتى تتمكن الحيوانات أيضا من اللهو بها وتجديد نشاطها وفي حظيرة النمور تم ملء الأحواب بالطين والماء حتى تسنى لها الاستمتاع بحمام بارد يساعدها على الانتعاش وقال القائمون على الحديقة إن حمامات الماء والطين تساعد النمور على التخلص بشكل طبيعي من الطفاليات كما تحمي جلودها من الجفاف ترجمة نانسي قنقر